خط جغرافي ستراتيجي حساس يمتد من محافظة صلاح الدين نحو منطقة الحضر وصولا إلى قاطع غرب نينوى ويرتبط بالخط الأمني الحيوي الآخر الممتدي من منطقة الصينية في محافظة صلاح الدين إلى قضاء حديثة بمحافظة الأنبار يمثل هذا الخط الذي يبلغ طوله 108 كم عمقا ستراتيجيا للحدود العراقية السورية وتؤثر مسألة تأمينه إيجابا على استقرار الأقضية والقرى والقصبات الواقعة على امتداده هذا إلى جانب الأرضية الملائمة لعودة سكان القرى إلى ديارهم وأراضيهم زراعية بضمان حسار التهديدات هناك لقاءات أجراها القائد العام للقوات المسلحة واستفسارات من الضباط والمراتب في هذا المحور الحيوي الذي يتمتع بصيغة أمنية حساسة خرجت بتوجيهات مشددة على ضرورة تأمين جميع المتطلبات القتالية والفنية والإدارية والبقاء على أهبة الاستعداد لأي طارق أخذا بالاعتبار الظروف الجغرافية الصعبة في غالبية مناطق الخط التي توصف بالواعراء مجموع بقايا داعش الذي يقترب من سبعة ألاف عنصر في العراق وسوريا دفع خبراء في الشأن الأمني للدعوة إلى القيام بعمليات استباقية للحيلولة دون تشكيلهم لأي خطر مستقبلي قد يؤثر حتى على الطريق الدولية الرابطة بين محافظات عدة بعدما كانت مناطق خط الثرثار فيما سبق ممرا للتسلل وشن التعرضات ولطالما يحذر المختصون من استغلال بقايا داعش للظروف الراهنة في المحيط الإقليمي والمنطقة وحتى العراق للقيام بتعرضات أو عمليات منفردة من شأنها زعزعة أمن واستقرار المناطق العراقية بعد أن طويت صفحة التنظيم بشكل شبه نهائي